أكثر من 300 يوم على طفان الأقصى والحراك الشعبي البريطاني مستمر في مساندة غزة ألاف البريطانيين جابوا شوارع العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف إراقة الدماء الفلسطينية في غزة متهمين حكومتهم بالتواطئ في حرب الإبادة من خلال صادرات الأسلحة إلى تل أبي هذه تظاهرة الثامنة عشرة منذ طفان الأقصى ولدينا رسالة واضحة إلى الحكومة الجديدة وهي عليكم العمل لإنهاء الإبادة ووقف تسليح إسرائيل كما نطالب حكومتنا بالضغط على إسرائيل لمنع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط مجموعة الخط الأحمر شاركت في تظاهرة لندن وهي مجموعة تابعة لحركة التضامن الفلسطيني التي كانت قد طوقت البيت الأبيض في واشنطن بالخط الأحمر جميع من في هذه الدائرة على مسافة كيلومتر واحد ارتدوا القمصان الحمرى رافعين ريات حمراء تعبيرا عن غضبهم من تجاوز الحكومة البريطانية حدود الخط الأحمر من خلال تعاونها مع تل أبيب في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة على الفلسطينيين لقد كررت الحكومات الغربية ومنها بريطانيا والولايات المتحدة عدة مرات أن الدخول إلى رفح هو خط أحمر وأن الهجوم على غزة هو خط أحمر ونحن نقول لهم إن الشعب البريطاني هو الخط الأحمر ونطالب الحكومة بعدم تجاوزنا لم نعد خائفين من المطالبة بحقنا في مقاومة إسرائيل وأنا متأكد أن فلسطين ستصبح حرة وأقول لكم إن نتنياه سيموت مثل شارون وستبقى فلسطين حرة إلى الأبد ويتخوف المتظاهرون من حرب إقليمية في الشرق الأوسط نتيجة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بيروتا وطهران معتبرين أن التمادي الإسرائيلية سببه الطواطئ الغربي في حرب غزة يرى هؤلاء المتظاهرون أن حراكهم المستمرة منذ بدء الطفان الأقصى قد أسهم في تراجع الحكومة عن موقفها بشأن التعني في قرار الجنائية الدولية بإزدار مذكرات اعتقال بحق نتنياه وغالنت وإعادة تمويل الأنروا متعاهدين بمواصلة الضغط على الحكومة العملية لإنهاء شحنات الأسلحة إلى تل أبيب مستصرور لندن الميادين